اهلا ومرحبا بك معنا سيد ساركيس بالرجال الاولى دعنا نقف اليوم على اسعار النفط واغلاق كبير في شونغهاي لتسعة ايام مما يؤجج المخاوف من جديد تجاه الطلب العالمي على النفط كيف تقرأ هذه الاخبار؟ نهاركم سعيد بالفعل تفاجأنا في اغلاقات جديدة حصلت في الصين ويجب ان نعلم بان الصين تعتبر ثاني اكبر مشتهلك للنفط في العالم باستهلاك يومي يقدر بـ 12.7 مليون برميل بشكل يومي لان هذه الانباء دفعت اسعار النفط لانخفاض فنلاحظ انخفاض عقود النفط الامريكي بنحو 4% 3% لعقود ايضا برينت لكن يجب ان نظر الى تحركات اسعار النفط على مدى هذا الشهر اسعار النفط ما تزال مرتفعة النفط الامريكي الخفيف 13% بارتفاعات 18% ارتفاع شهري على عقود برينت وكل ذلك بفعل التوترات الجيوسياسية ما بين روسيا واوكرانيا لكن لا يجب ان نهمل التأثير قصير الامد على تحركات اسعار النفط من الاغلاقات التي جرت في الصين كما اشرنا باعتبارها مستهلك اساسي للنفط عالميا فهذه الاغلاقات قد تخفض الطلب العالمي على النفط بشكل ملموس لكن هذا التأثير قد لا يمتد على الانظمة الزمنية متوسطة وطويلة الامد بل سيقتصر على الارجح على الانظمة الزمنية قصيرة الامد السبب في ذلك الى ان الاجمة بين روسيا واوكرانيا لا تقتصر فقط على النفط الروسي بل ايضا تمتد الى سلاسل التوريد والامدادات وهذا ما يزيد الامر صعوبة في اسواق الطاقة حتى ان الدول التي قد تكون اذا اجتمعت معا قادر على تعويض الصادرات الروسية لكن ايضا هذه الصادرات قد لا تصل الى سلاسل التوريد في الوقت المناسب مما قد يبقي على الاتجاهة الصاعدة الاجمالية في اسعار النفط لكن كما اشرنا على المدى القصير يجب ان ناخد بعين الاعتبار ان لو ظهر بالفعل بان هناك انخفاض بالطلب العالمي بفعل الاغلاقات التي تخذتها الصين فهنا لا يجب ان نستبعد المزيد من التصحيحات الهابطة في اسعار النفط يشمل العقود بالنسبة لبرينت وايضا نفط الامريكي الخفيف لكن على المدى الابعد ما تزال الاساسيات حتى هذه اللحظة داعمة لارتفاع واخر القراءات التي تدعم هذه النظرة هي ادارة معلومات الطاقة الامريكية التي اظهرت من خفاض المخزون باكثر من التوقعات بمقدار اثنان ونصف مليون برنيل وهذا يظهر بان هناك طلب اجمالا جيد على النفط هناك عجز ايضا في قد يكون في الواردات وسلاسل التوريد مما قد يبقي على الاتجاهة الصاعدة على المدى المتوسط والطويل نذهب الان ايضا الى ما يحدث من اثار الحرب الروسية الاوكرانية على اسواق المال وعلى المزاج العام ايضا للتداولات وانت تعلم جيدا في اخر لقاء لك معنا كنا نتحدث اذا كان الفدرال الامريكي سيستمر في سياسة رفع اسعار الفائدة على نفس المنوال ام انه سيراعي هذه الحرب خوفا من انهيار الاقتصاد ما الجديد في هذا الملف اليوم ما سيركيس الان عندما ننظر الى الاسواق المالية برز تساؤل جديد هو هل يجب على الفدرالي ان يتبع ما تريده الاسواق ام يجب ان تتأثر الاسواق في وجهات الفدرالي الامريكي الان الاسواق المالية تتوقع رفع عنيف وكبير بالفائدة طوال هذه السنة وقد نشهد رفع بالفائدة بخمسين نقطة اساس خلال الاجتماعات المقبلة حتى ان التوقعات تشير بحسب سي امي جروب الى احتمال ان تصل الفائدة مع نهاية هذه السنة في اجتماع الرابع عشر من ديسمبر نهاية هذه السنة الى مستويات بين اثنان ونصف الى اثنان فاصل خمس وسبئين في المئة بنسبة احتمال ثمانية وثلاثين في المئة بل ان هناك احتمال ثلاثين في المئة ان تصل الفائدة الى اثنان فاصل خمس وسبئين الى ثلاثة في المئة نلاحظ هنا بان الاسواق المالية تطلب من الفدرالي الاستعجال برفع الفائدة التضخم وصل مستويات خطيرة جدا ازمة روشيا واوكرانيا اثرت على الاسعار بطريقة مباشرة مؤشر اسعار المشتركين سبعة فاصل تسعة في المئة لم نشهد هذه المستويات من التضخم منذ اربعين عاما هنا يخشى من ان يقع الاقتصاد الامريكي في ركود تضخمي وبالتالي الاسواق المالية الان اصبحت ترى بان الفدرالي الامريكي يجب بالضرورة ان يضحي في النمو الاقتصادي حتى لو شهدنا انكماس مؤقت في سبيل خفض التضخم لان دخول حالة الركود الاقتصادي التضخمي حالة قد يعاني منها الفدرالي الامريكي والحكومة الامريكية وحتى لا نصل الى هذه الحالة مع الارتفاع الاخير الذي سجل في التضخم فيبدو بان الفدرالي يجب ان يتخذ هذه الخطوات مما جعل الاسواق تتوقع هذا الرفع بالفائد لكن باعتقادي اذا اردنا النظر الى المنطق مستويات فائدة حول 2% او 42% قد تكون كافية برفع ربما نبدأ برفع فائدة 50 نقطة اساس ثم تتبعه رفعات اخرى بالفائدة لكن ايضا يجب ان تكون بشكل متأني لكن في النهاية يجب ان ننظر الى معدلات التضخم وكيف ستتجاوب مع رفع الفائدة لانه اذا لم تتجاوب بشكل سريع فقد يجبر الفدرالي على اتخاذ خطوات خطيرة على النمو الاقتصادي في سبيل خفض معدلات التضخم نعم طب وننتقل ايضا الى سوق العملات الى اي حد تعتقد انه ما حدث من تصرفات على اليان وسحبه الى ادنساوياته من ديسمبر 2015 عود سببه ايضا الى يعني قوة الدولار من جهه ولربما الاتجاه نحو ملاذات امنة اخرى يعني لاحظناهم كيف سوق الاصول المشفرة بحسب تفسير البعض واختياراتهم بالفعل هناك امور واضحة جدا في اسواق السندات توضح لنا توقعات الفائدة بالفترالي الامريكي وكذلك في بنك اليابان المركزي الفرق بين عوائد السندات الحكومة امت استحقاق عشر سنوات على سبيل المثال الحصر وصلت الى 226 نقطة اساس لصالح السندات الامريكية هذا يظهر مدى الفروقات الهائلة في عوائد السندات اليابانية مع الامريكية وهذا ايضا يوضح توقعات الاسواق بان البنك المركزي الياباني ربما لن يجرؤ على رفع الفائدة اذا اخذنا الحقائق الاقتصادية الاقتصاد الياباني طباطأ نموه خلال 2021 الى 0.7% التضخم في اليابان 0.9% فامام بنك اليابان المركزي متسع من الوقت لابقاء سياساته التحفيزية اما الفدرالي الامريكي النمو حوالي 5.6% خلال 2021 معدلات تضخم 7.9% وهذا ما قد يجبر الفدرالي على اتخاذ خطوات رفع الفائدة وبالنهاية اختلاف كل حتى هذه اللحظة ما بين بنك اليابان المركزي والفدرالي الامريكي يدفع المتداولين الى الدولار الامريكي على حساب الياباني حتى اننا عم نشهد انخفاض الياباني مقابل الجنيه الاسترليني مستويات اكتر من 160 ين للجنيه الاسترليني الواحد وايضا الدولار الامريكي اكتر من 123 ين للدولار الامريكي الواحد هذا كله يدلنا بان الاسواق المالية تتوقع فروقات اكبر لاسعار الفائدة بين البنك الياباني المركزي والفدرالي الامريكي مما قد يبطي على الضعف الاجمالي على اليان الياباني رغم كما تفضلت بان المتداولين يبحثون بعض الاحيان عن ملاذات امنة والتي منها اليان الياباني لكن ايضا لا يجب ان نهمل بان الدولار الامريكي اصبح عملة تصفية مراكز مالية عملة ملاذ امن في الظروف الراهنة الاقتصادية والجيوسياسية التي نعيشها في الوقت الراهن نعم واشكرك يا ضيفي من عمان سيد ساركيس نيزار محل الاسواق عالمية في اكوتي بروب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة